موسيقى نرحب بكم مشاهدي قناة تونسنا في هذا الموعد الإخباري قال محمد حداد رئيس المرصد العربي للأديان والحريات خلال ندوة صحفية حول حصاد المرحلة الانتقالية إن تكلفة الفصل الواحد في الدستور قدرت بخمسة ألاف مليون دينار مشيرا في ذات السياق إلى أن للديمقراطية تكلفة شريطة أن لا تكون على حساب الشعب ودون مبرر حسب تعبيره المرحلة الانتقالية بين المنشود والمنجز تقيم هذه المرحلة من الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني كانت محور ندوة نظمها المرصد العربي للأديان والحريات ومؤسسة كونراد أديناور إجماعا حول أن عدم وضع رزنامة واضحة والتقيد بمواعيد محددة للانتخابات ولسياغة الدستور من سلبية المرحلة الانتقالية ما لم يقع نجازه فما مسألتين أساسيتين هي المسألة الأولى تتعلق بعدم تنسيق تطور المرحلة الانتقالية معناها ما نحنش قاعدين نقدم وفق الرزنامة التي تم تحديدها عدة مرات والحاجة الثانية كذلك تعتبر سلبية في هذا المجال هو أنه بالنسبة للخيارات الأساسية للانتخابات القادمة إلى اليوم لم يتم حسمها بشكل نهائي مرحلة انتقالية شهدت تدهور الوضع الاقتصادي وخسائر في العديد من القطاعات عمقها الوضع الأمني والسياسي المتذبذب أسباب مختلفة أسباب أمنية أسباب سياسية أسباب يعني عدم تسويق الصورة وتحسين الصورة ومشاكل اجتماعية إلى غير ذلك مختلفة الأسباب لكن داخل في المسار في المسار الانتقالي هذا أنه كان ممكن أنه لو نقصنا من هذه الأضرار من هذه الخسار ربما لا نحتاج إلى أن نمشي إلى صندوق النقد الدولي تكلفة الفصل معناها 500 مليون معناها بالمليمتر تكلفة باهظة وقد ما نزيد وقد ما بشكلفنا أكثر ولكن نحب أن نقول أنه لابد من تكلفة لأن الديمقراطية أيضا على أمبري معناها كما أي حاجة عندها تكلفة المهم أن تكلفة ما تكونش معناها على حساب الشعب وما تكونش باهظة وما تكونش لا مبررة لها وحسب المشاركون في الندوة ما أنجز خلال المرحلة الانتقالية هو تحقيق توافق في إطار القوانين بوجود المجلس الوطني التأسيسي بالإضافة لاكتساب تجربة انتخابية لتطوير الانتخابات القادمة رجح زعيم حركة النهضة رشد الغنوشي أن تجرى الانتخابات في تونس قريبا خلال هذا العام مؤكدا أن الوضع في البلاد يتجه نحو الاستقرار وأن التطرف ثمرة أوضاع غير طبيعية وقال الغنوشي أن الحزب الحاكم أجرى مشاورات واسعة مع كافة طيارات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وانتهى إلى توافق على أن لا يتم وضع الشريعة في الدستور التونسي الجديد بحيث يعكس الدستور ما يتفق عليه الجميع من قيم إسلامية تتظافر مع القيم المدنية والقيم الديمقراطية والأعلان العالمي لحقوق الإنسان على حد قوله نفى رئيس حركة نيداء تونس الباجي قيد السبسي وجود أي استقالات في حزبه مؤكدا أن هناك اندفاع كبير من المواطنين للانضمام إلى حزبه وأشار السبسي إلى أن الحزب لا يستثني أحدا ولا يستطيع أن يستوعب الجميع في الآن نفسه قائلا أن حزب نيداء تونس أصبح ضحية لنجاحه حسب تعبيره قررت الهيئة الإدارية للنقبة العامة للتعليم الثانوي في أعقاب اجتماع عقدته صباح سبت إلغاء عملية حجب أعداد الثلاثي الثالث والقبول بمشروع الاتفاقات التي تم توصل إليها خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة برئاسة الحكومة وأفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإدارة والمالية أن الاتفاق شمل مجمل المطالب الواردة باللائحة المهنية للنقبة العامة للتعليم الثانوي باستثناء النقطة المتعلقة بالتخفيذ في سن التقعد بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي شهد شارع الحبيب بورغيبة بالعاصمة حضورا أمنيا كبيرا على خلفية تنظيم الرابط الوطني لحماية الثورة خيمة لجمع تواقع الناس الموافقين على قانون تحسين الثورة وإسرار لجان الثورة على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية رغم عدم حصولهم على ترخيص وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تقرر منع الوقفة التي يعتزم ما يسمى بلجان حماية الثورة بالكرم تنفيذها السبت بشارع الحبيب بورغيبة بالعاصمة محذرة في بلاغا لها أنه في صورة مخالفة القرار سيقع تطبيق القانون أعرب الحزب الجمهوري في بيان له عن استغرابه وأسفه لتصريحات بسم الخلفاوي والتي اتهمت فيها أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب بإخفاء الحقيقة وإنكاره تحذير الشهيد شكري بالعيد من إمكانية اغتياله وأنه قام بثلك من منطلق خيار سياسي يراهن عليها ووصف البيان هذه التصريحات التي أدلت بها الخلفاوي بغير مسؤولة مشيرا إلى أن الشاب لم يسبق له أن تقابل مع الفقيد بعد الثورة إلا مرة واحدة في إطار جلسة موسعة للأحزاب وهو ما أكده لقاذ التحقيق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لهاي أمر يطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي لمحاكمته فيما يتصل بجراء مزعومة ارتكبت أثناء الثورة التي أطاحت بوالده رافظة طلب ليبيا بعدم ملاحقته وجاء في قرار المحكمة أن ليبيا ليست قادرة حتى الآن على تأمين نقل سيف الإسلام من مكان احتجازه في حراسة ميليشيا الزنتان إلى سلطة الدولة حسب نص البيان دخل النزاع القانوني بين سلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة سيف الإسلام القذافي منعطفا جديدا خلال الساعات الماضية عندما ردت المحكمة الدولية الطعن المقدمة من ترابلوس بعدم قبول الدعوة المرفوعة أمامها ضد نجل العقيد الراحل معمر القذافي المحكمة الدولية التي امتدحت سابقا الجهود الليبية لإعادة بناء المؤسسات ودولة القانون شددت في المقابل على أن الحكومة الليبية لا تزال تواجه عقابات أساسية في ممارسة سلطتها القضائية على كامل أراضيها في إشارة منها وعلى ما يبدو إلى أن سلطات الليبية لم تستطع بعد تأمين نقل المشتبه به إلى عهدة الدولة فسيف الإسلام القذافي الذي مثل مرارا أمام محكمة الليبية في الزنتان في إطار محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أحداث ثورة السابع عشر من فيفري لازال محل اعتقال من قبل ميليشيات الزنتان على الرغم من صدور مذكرة توقيف دولية في حقه وهو ما تندد به المحكمة الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وفي ظل الفوضى وأعمال العنف التي تسود البلاد جراء انتشار السلاح والميليشيات بات من الصعب على القضاء الليبي تأمين محاكمة عادلة للمتهم الأمر الذي استدعى ربما الحكومة الليبية إلى اتخاذ مزيدا من الوقت لدراسة قرار المحكمة الجنائية قبل أعلان أي رد قانوني ندد رئيس الوزراء التركي رجال طيب أردوغان بالاحتجاجات التي شهدها ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول لليوم الثاني على التوالي واصفا إياها بالأزمة المفتعلة وأنه لا مبرر لها واتهم أردوغان المعارضة التركية بترويج الأكاذي بإشعال الموقف مؤكدا أن خطط تطوير ميدان تقسيم ستتواصل رغم هذه الاحتجاجات التي خلفت عشرات الجرحة جراء الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يواجه أعنف الاحتجاجات منذ وصوله إلى السلطة عام 2002 في تركيا احتجاجات تتواصل لليوم الثاني على التوالي باستنبول وتمتد إلى عدة مدن أخرى بتركيا أين تدور الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التركية التي أطلقت الغاز المسيلة للدموع هو مدافع المياه على المحتجين لمنعهم من الوصول إلى الميدان بمدينة اسطنبول مما خلف عشرات الجرحة المظاهرات اندلعت الجمعة احتجاجا على مشروع حكومي يقضي بتحويل حديقة تاريخية إلى مركز ثقافي وتجاري ثم تحول إلى احتجاجا ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الإسلامي تغير طبيعة المظاهرات جعل أردوغان يخرج عن صمته ليتحدى المعارضة التركية بقوله أنه سيمضي قدما في تمفيذ المشروع موضحا أن المتظاهرين لا يهمهم الدفاع عن البيئة وأن الإحصائيات التي قدموها حول عدد الأشجار التي ستقلع وهي ستة آلاف شجرة عدد مغلوط مؤكدا أن قطع الأشجار هو لمصلحة اسطنبول لبناء الجسر الثالث الذي سيخدم المدينة كما أشار أردوغان إلى أن المعارضة تروج للأكاذيب لإشعال الموقف وأن هناك أكاذيب يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي هذا التحدي زاد من شدة إسرار المحتجين على التصدي لقرار أردوغان وموذيهم قدما في احتجاجاتهم وفي محاولة منها لتهديئة الوضع كانت قد أصدرت محاكم اسطنبول قرارا بوقف أعمال الهدم والبناء في الحديقة لحين النظر في القضية التي تقدمت بها جمعيات مدنية وحقوقية في حين اتهمت أحزاب تركية معارضة الشرطة بالإفراط في استخدام القوة مع المحتجين الذي ساندهم برلمنيون عن أحزاب المعارضة اعتبر رئيس الدبلوماسية الأمريكية جون كيري أن التزام روسيا بإرسال صواريخ إلى الأسد له تأثير سلبي شديد على ميزان المصالح والاستقرار في المنطقة في حين حذرت واشنطن وبرلين موسكو من أن مد دمشق بالأسلحة يعرقل الجهود رامية إلى جمع طرفي النزاع حول مائدة مفاوضات السلام من جهته وصف الشيخ يوسف القرضاوي مساء الجمعة حسن نصر الله قائد حزب الله اللبناني بنصر التغوت كما نعت حزبه بحزب الشيطان وقال القرضاوي في مهرجان تضامني مع الشعب السوري نظم بالعاصمة القطرية الدوحة الآن عرفنا ماذا يريد الإيرانيون يريدون المجازر المستمرة والمدبرة لقتل أهل السنة على حد قوله قتل سبعة أشخاص وأصيب اثنين من عناصر تنظيم القاعدة في غارتين جويتين لسلاح الجو اليمني في محافظة أبيين جنوب البلاد فيما قتل عميد في الجيش اليمني برصاص مسلحين مجهولين في محافظة حذر موت شرقي اليمن ويذكر أن وزارة الداخلية اليمنية كانت قد كشفت أشهر الماضي عن مخطط إرهابي لعناصر ما يسمى بأنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة للاستلاه على بلدة في محافظة حذر موت وأعلانها إمارة إسلامية اتهم وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل بيكين بالتجسس الإلكتروني خلال حضوره السابت منتدى حول الأمن في آسيا يحضره وفد عسكري صيني في سنغافور وكان الكونغرس قد نشر شهر الفهر تقريرا وجه فيه أصابع الاتهام مباشرة إلى الحزب الشيوعي الصيني الذي يلجأ لتجسس للحصول على معارف وتقنيات متقدمة ومعلومات علمية تمكنه من تحديث جيشه ويأتي هذا الاتهام بهدف الضغط على السلطات الصينية قبل أسبوع من موعد قمة ستجمع بين الرئيسين الأمريكي والصيني في كاليفوريا أعلن وزير الدفاع الياباني خلال افتتاح مؤتمر توكيو الدولي للتنمية الإفريقية أن بلاده تقوي جيشها واقتصادها كي تلعب دورا مسؤولا على الساحة الدولية سعيا لتهديئة شكوك جيرانها الذين عانوا من اعتداءات اليابان واحتلالها في القرن الماضي كما تعهدت اليابان لزعاماء الأفريقى بدعم من القطعين العام والخاص قيمته 32 مليار دولار وذلك لتعزيز النمو في القارة وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار هناك في السنوات الخمس القادمة قتل حوالي خمسة أشخاص وأصيب نحو خمسين أخرين في وسط أكلهما نتيجة الأعصير التي اشتاحت المنطقة حسب ما أفادت به مصادر طبية أمريكية وقد شهدت المدينة وضحيتها مور الجمعة عصيرة قوية إن جرت عنها أذرار كبيرة وعدد من القتل والجرحة ما جعل الهيئة القومية للأرصاد الجوية تعلن حالة الطوارئ في وقت أكدت شركة أكلهما للغاز والكهرباء انقطاع طيار الكهربائي عن ألاف الأشخاص في المنطقة مشاهدين نشكر متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة